خلاص عملتها انس جابر وعملت ريمونتادة قوية جدا 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 وتفوز على الامريكية المصنفة رقم 3 على مستوى العالم وتحقق انس جابر اول فوز لها في نهائيات الجولة الختمية الماسترز يعني برغم اني مريض شوية ولكن حبيت اطلع اقول مبروك للاعبتنا العربية التونسية انس جابر ونبرك لها ونقول لها شد حيلك يلا يا انس كلنا معاك ان شاء الله تتأهلي الى نصف نهائيات الجولة الختمية ياريت في بداية الفيديو تعملوا لايك للفيديو اعملوا لايك كتير وشير ومشاركة واشتراك في القناة اذا حبيتوا عشان تتابعوا معنا كل الاخبار الجديدة اولا باول في البداية بنقول مليون مبروك مليون مبروك انس جابر في مباراة صعبة جدا 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 بدأتها انس جابر في بداية كانت غير متوقعة وبداية سيئة جدا اتهزمت انس جابر في المجموعة الاولى ستة مقابل واحد فازت في الشوط الاول صحيح ولكن اتهزمت ستة اشواط متتالية في المجموعة الاولى لتنتهي المجموعة الاولى لصالح الامريكية جيسيكا ستة مقابل واحد وظن الجميع ان المباراة سهلة جدا لصالح الامريكية لكن انس جابر لم تستسلم وعادت في المباراة وقدرت تفوس في المجموعة التانية والتالتة ستة تلاتة وستة تلاتة باداء ولا اروع ولا اجمل قوة والتزان وتركيز وهدوء وكل تفاصيل لعبة التنس المهمة جدا عملتها انس جابر في المجموعة التانية والتالتة وقدرت تعمل رومونتادة في المباراة انس جابر المصنفة رقم اتنين قدرت تفوز على جيسيكا المصنفة رقم تلاتة وانس جابر ما شاء الله حظوظها امام الامريكيات دائما عالية ويكعبها عالي على اللاعبات الامريكيات وبتحقق اول فوز لها في هذه المجموعة المجموعة بي وبالتالي مباراة مهمة جدا 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 في الجولة الاخيرة لانس جابر ضد اليونانية ماريا ساكاري اللي هتكون طبعا عندها مباراة بعض قليل ضد ارينا سابالينكا اللي كانت سابالينكا طبعا قدرت تفوز على انس جابر في الجولة الاولى وبالتالي الجولة الاخيرة هتكون مشتعلة بالنسبة لانس جابر انس جابر هتلاعب اللاعبة اليونانية ساكاري وسابالينكا هتلاعب جيسيكا ده بالنسبة لي الجولة الاخيرة طبعا اونس جابر دلوقتي عندها انتصار وعندها فرصة كبيرة والامل ما زال مستمر للصعود الى نصف نهائي نهائيات الجولة الختامية مبروك يا اونس بنحييكي من مصر وبنحييكي وبنشجعك وبنقولك عملتي مباراة جميلة جدا 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 وقوية جدا النهاردة الخسارة في المجموعة الاولى واحد مقابل ستة وكانت النتيجة صعبة جدا في بداية المباراة قدرت تعودي وتفوزي اتنين مقابل واحد بنشجعك ومنقولك ان شاء الله تفوزي على سكاري في المباراة الاخيرة وتصعدي الى نصف النهائي ولما لا الى نهائي نهائيات الجولة الختامية او لاعبة عربية وافريقية تشرفنا وتلعب في هذه البطولة الكبيرة في عالم التنس للسيدات نهائيات الجولة الختامية بطولة الماسترز اللاعبات الاقوى على مستوى العالم اقوى تمن لاعبات على مستوى العالم حاليا بيلعبوا في هذه البطولة في اخر الفيديو بنقول مبروك لونس جابر مرة واثنين وثلاثة وبنحييها ومنقولكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة